المجتمع العربي تستمر الندوات السياسية في المؤسسات التعليمية في الجنوب لعرض أجندة وأفكار المرشحين ومندوبي الأحزاب المختلفة على الأطول الطلابية في المدارس الثانوية حيث احتضنت مدرسة أورت أبو تلول الثانوية ندوة عشية الانتخابات للكنيسة الخامسة والعشرين جاءت هذه الندوة بسبب المشاحنات والمناكفات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ولذلك دعينا جميع ممثلي الأحزاب لنكون موحدين وكل إنسان يستطيع أن يدلي بصوته للحزب الذي يختاره كنت في ندوة الانتخابات وكان فيه كثير من الحضور هم من الأحزاب ومهم جدا أننا من روح نسجع أهلنا على أنهم يطلعوا ويصوتوا وأن الصوت تبعانا مهم جدا وكما هو الحال في مدرسة أبو تلول تميز التلاميذ بمدرسة الفاروق ببلدة كسيفة أيضا في طرح أسئلتهم لمرشحين الذين التقوا بهم ضمن ندوة انتخابية أخرى حاول من خلالها ممثلوا الأحزاب المختلفة نقل أفكارهم لجيل المستقبل ومن خلالهم إلى أهليهم أولا يوم جدا رائع يمثل الديمقراطية بجميع الأحزاب والممثلين الذين تواجدوا في داخل المدرسة شرح ممتاز أسئلة قيمة وذات معنى من قبل الطلاب التي تثبت وتريد دمقراطية ثابتة حرة للمجتمع العربي كانت ندوة تثقفية لشخصيات بارزة في الوسط العربي وتم إلقاء أفكار وأراء سياسية في المجتمع العربي ومن قبل هذه الشخصيات الدكتور مازن أبو سيام والسيد جمعة الزبارقة كانت ندوة عبارة عن ماذا يوجد داخل صندوق الانتخابات وتم إلقاء أفكار وأراء عن المجتمع العربي السياسي وتعرفنا على أعضاء الحزب وكانت ندوة ثقافية بمشاركة شخصيات بارزة عن المجتمع العربي مع بداية العد التنازلي ليوم الانتخابات للكنيست يتفق جميع القيادين والناشطين على ضرورة حث المواطنين العرب في كافة أنحاء البلاد للوصول إلى صناديق الاقتراع بهدف إفشال محاولة اليمين الفاشي السيطرة مرة أخرى على سدة الحكم في إسرائيل شكرا